المؤشر الرئيسي وضيفي في الستوديو إيهاب سعيد عضو مجلس إدارة البورصة المصرية السابق أهلاً وسهلاً أستاذ إيهاب وخلينا نفهم من حضرتك أكتر تحركات السوق واضح أنه كل التركيز في المؤشر السبعيني بسم الله الرحمن الرحيم بالتأكيد هو كل مش بسميش النهاردة يعني بقى لنا فترة طويلة كل السيولة متجهة نحو الأسهم الصغيرة والمتوسطة نظراً لأن الأسهم الكبيرة زي ما تكلمنا كتير يعني بتحتاج سيولة كبيرة قوي عشان تقدر تحركها ودايماً بيكون السيولة دي سيولة جاية من بره أجانب يعني فنظراً لأن الأجانب مش موجودين فبالتالي السوق بيتحكم فيه الأفراد بشكل أكبر بالإضافة لأن حجم الأسهم الصغيرة والمتوسطة كحجم شركة منفردة يعني بيكون أقل نسبياً وبالتالي بيبقى التحكم في السعر أسهل والصعود بتاعها بيبقى أسهل عشان كده معظم الأداء الإيجابي لو بصينا على الريلاتيف بريفورمنس بين المؤشرين هنلاقي أن المؤشر بتاع الريلاتيف بريفورمنس في أب تريند صاروخي فيما يتعلق بالفرق ما بين المؤشرين في صالح الـ EGX 70 طبعاً يمكن بس مؤخراً يعني يمكن من بعد تصحيح مارس اللي حصل في EGX 70 وبدأ يبقى فيه نوع من يعني الـ Divergence شوية بدأت تظهر أو الضعف فيه الأداء ما بين كلا المؤشرين لأن زي ما حقيقي عارفها لما المؤشر السبعين تراجع بشكل حد جداً في مارس الثلاثين ما تراجعش أو تراجع بنسبة أقل لأنه هو بيتحرك في سايدوي بعكس التاني اللي هو نزل بشكل حد جداً وقتها ويعني فقد نسبة كبيرة جداً في تصحيح مارس اللي فات فبالتالي ده اللي مخلي مؤشر الثلاثين نسبياً أكثر استقراراً لكن كربحية أو كأداء طبعاً السبعين أعلى بكتير بعيداً عن نوعية الأسهم وإذا كانت أسهم مضاربية مش أسهم مضاربية لكن هو طبعاً أفضل بكتير لكن شهية المستثمرين واضح أن هي متجهة بشكل كامل تقريباً للسبعين بالتأكيد لأنه زي ما قلتها هيك دول أفراد فالأفراد هم المتحكمين أكتر في السوق فعشان كده هم بيميلوا للدخول في السبعين للمضاربة بشكل أكبر خاصة مع الأرباح السريعة اللي بيحققها المؤشر لدرجة أن احنا في الأسبوع اللي فات أو الأسبوعين اللي فاتوا المؤشر عمل أطول سلسلة ارتفاع يومي منذ التجشين 12 جلسة على التوالي بيرتفع بنسبة كبيرة فدي كانت أطول سلسلة يومية صحيح بدأ يعمل من بعدها عفواً تراجع أو بدأ يدخل فيه عمليات جاني أرباح وشفناه نزل من أعلى مستوى جابه في تاريخه 2851 إلى حوالي 2710 ثم بدأ يرتد الجلستين ثلاثة اللي فاتوا لكن يبقى أنه هو قدر يطلع 12 جلسة متتالية ده معناه أن فيه سيولة عالية جداً في هذا المؤشر وفي الأسهم المكونة لي وهي اللي دفعته على اللي احنا شايفينه ده لكن طبق المخطرة ودي دايماً لازم بنأكد عليها بتاعة الأسهم الصغيرة والمتوسطة أعلى من نظيراتها القيادية لأنه دايماً فيه مبدأ عام بنقول الأسهم الجيدة دائماً تعود لكن هناك أسهم بتختفي يعني دون تسمية أسهم في 2008 كان فيه سهم ودي معلومة يعني للناس الجداد يعني كان في 2008 فيه سهم 111 جنيه السهم نزل من 111 جنيه إلى كام؟ 2 جنيه من 111 إلى 2 جنيه ولما ارتفع قوي 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 دلوقتي بعد 13 سنة وصل 26 جنيه فعمره ما وصل للقمة طبعاً ولا حيجبها أصلاً ولا حيجبها مش هو بس على فكرة فيه كذا سهم بس أنا بدي مثال بسهم فالأسهم دي لما بتبتدي تنزل أنا مش بخوف الناس لكن بفهمهم أن المضاربة لها مخاطر عالية جداً زي ما ليها مكاسب كتيرة طبعاً ليها مخاطر عالية البورصة ما هياش أنا ببعملش مشروع ولازم يكسب لأ يعني أنا ببتعش محل والمحل اللي هيكسب يعني هيكسب مفيش كده لأ أنت بقدر ما بتاخد رزق ومخاطرة بقدر بتاخد مكسب لكن في نفس الوقت أوعى تنسى أن الجزء الآخر أو الوجه الآخر للبورصة خاصة في هذه النوعية من الأسهم قبيح جداً صحيح طيب التقرير اللي كنا بنتابعه قبل اللقاء كان عن سنة دي الاستثمار وطبعاً مديري المحافظ في الشركات الكثيرة في مصر بيكونوا عينهم على تنويع المحافظ الاستثمارية إزاي الأفراد ممكن يعملوا حاجة شبه كده لو مش حابين يشتغلوا مع شركات متخصصة يعني طبعاً تحياتي للزميلي وصديقي العزيز أحمد أبو السعد ونتفرجت على التقرير بتاعه والحقيقة حاجة رائعة جداً لكن هي بشكل عام الأفراد صعب أنها تعمل كده يعني نتيجة أن السيولة اللي معها مش كبيرة قوي بعكس السنديق وبعكس المؤسسات الكبيرة وبعكس حتى المحافظة الضخمة الأفراد محافظهم يعني فرنجات أقصى حاجة ممكن تبقى مثلاً مليون جنيه مثلاً إحنا بكلم في الأفراد طبعاً في محافظة تبقى بالعشرة وخمساشرة وأرقام كبيرة لكن إحنا بكلم في الأفراد فبيبقى فيه صعوبة شوية في عملية التنويع دي لكن إحنا دايماً بنفضل طول عمرنا بنولادي بالتنويع يعني هو الكتاب بيقول أو البرتفوليو منجمانت بيقول أن أنت لازم تكون بتنوع ولازم يكون فيه جزء سيولة ولازم يبقى فيه جزء في الدهب لازم يبقى فيه جزء في السنديق لازم يبقى فيه في العائد السابت لكن واقع الأمر دا ما بيحصلش معظم المستثمرين اللي بيبقى مرتبطين بأداء سوق المال أو بالبرصة بيلاقيهم بيعملوا الخطأ الأكبر اللي كل الناس بتوعفينه وبياخد كل الفلوس وحطه في سهم واحد ويا جابت يا خسرت يا كذبت يعني فلما بتكسب بقى هو شاطر وجميل جداً لما بتخسر بيبقى بقى كل الناس وحشة فطبعاً دا صعب قوي ان هو يتم مسئلة صعبة جداً لكن احنا برضو بنفضل دايماً نقول ونعزز الكلام لو انت مش قد التعامل مع البرصة بشكل فردي يفضل الصندوق أفضل لو محفظتك مش كبيرة يفضل الصندوق أفضل الوسائق أفضل لو انت شايف نفسك بتاخد مخاطرة عالية قوي نصيحة الصندوق أفضل بلاش المخاطرة العالية قوي دي أستاذ إيهاب البنك المركزي للمرة الخمسة خلال 2021 يثبت أسعار الفايدة انعكاس دقيق على البورصة يعني هو كان متوقع طبعاً يعني ما صعب قوي ان يبقى فيه خفض في الوقت الحالي اللي كان الاحتمالية الأكبر ان يبقى فيه رفع لكن يعني مسألة انه يثبت دا أفضل طبعاً حالاً سواء بالنسبة للبورصة بالنسبة لسوق العقار اللي بدأ لحد النه كانت فيه تقارير في بداية السنة بتقول انه البنك المركزي يتوقع انه يخفض بنهاية العام 4% صعب جداً لانه دي لها اسباب كبيرة جاء من برا كمان احنا عندنا خلال أزمة الكورونا حصل برامج تيسير كمي على مستوى العالم خاصة من أمريكا وطبع فلوس بكميات ضخمة جداً وضخ السيولة جمدة جداً في الأسواق لمجابهة الركود الحاد الناشئ من أزمة الكورونا فده تسبب في ان فيه سيولة كبيرة جداً في يد الناس السيولة دي تم ضخها او جزء كبير منها في اسواق المان نتيجة ان الناس قاعدة في بيوتها اساساً واحنا قلنا ان البورصات على مستوى العالم قدرت تستفيد من أزمة الكورونا مش العكس لأن الناس قاعدت في بيوتها وما فيش شغل فبدأت تدخل للبورصة فده عمل نوع من التضخم ووصل التضخم او تجاوز مستويات الاثنين في المية المستهدفة في أمريكا ووصل الى مستويات الثلاثة ونص واربعة في المية فدي كلها أرقام بتقول ان الفيدرالي الأمريكي حيلجأ قريباً لتغيير السياسة بتاعته يدبع ده كل البنوك اللي مرتبطة بسعر الدولار او كل البنوك المرتبطة بالدولار حتلجأ الى نفس المسلك يعني فاللي يعنينا في الامر ده ان فيه تضخم جايماً بره لو احنا بصينا على المواد الأولية يعني هنلاق ان الحديد بيرتفع الألمونيوم بيرتفع النحاس بيرتفع كل ده بيرتفع بشكل كبير جداً بره فبالتالي احنا بنستورد جزء كبير من احتياجاتنا سواء في المواد الغذائية او في المواد الأولية كل ده أسعاره ارتفعت في الخارج فالتضخم ده لازم حيجلنا يعني شئنا أم أبينا لازم حيجلنا مع نزول سعر الفايدة على مدار الفترة اللي فاتت ده عمل برضو جزء من السيولة خرجت بدأت تضخف السوق مرة تانية شفنا البورصة بتعمل 2 مليار جنيه و2 مليار ونص نتيجة ليه خفضة أسعار الفايدة ده شفنا العقار بدأ يتحرك تاني في سوق عادة البيع بعد ما كان العقار من 2014 أو 2011 من ساعة الثورة وكان متوقف تماما سوق عادة البيع لكن دلوقتي بدأ يتحرك تاني بدأ يبقى فيه إقبال تاني نتيجة أن الفايدة نزلت في البنوك فمسألة أنه هو يخفت تاني أعتقد صعب خوفا بتضخم اللي ممكن يجي من برة لكن الرفع هو الاحتمالية الأكبر لكن حتى حدوث هذا أتصور البورصة حتظل مستفيدة من سعر الفايدة المتدني الحالي خليني أنا دايما مش بتكلم على سعر الكوريدور أو مش بتكلم على سعر الإقراض أنا بكلم على الشهادات اللي هي البديل بتاع الناس الشهادات حد الأقصى بتاعها 10% فالرقم ده لما أجي قرنه بال20% اللي كانت بعد التحرير النص فبالتالي ما بقاش العائد مجزي قوي فبدأت الناس تسحب وتبتدي تشوف وتشوف يعني أوعية أخرى طبعا بعيدا عن الأوعية اللي حدوثي عرفها اللي هي اللي بيحصل فيها الأزمات والمشاكل لكن احنا بيكلم في الطبيعي في الأمور الطبيعية يئمة بورصة يئمة عخار صحيح فهم دون اللي اشتغلوا بسبب هذا الأمر ومتوقع أن هم يستمروا على ده طالما البنك المركزي أبقى على أسعار الفايدة عند المستويات الحالية لو خفضها أكتر حيبى فيه شغلة أكتر طيب حضرتك متوقع أنه السوق المصرية تستطيع جذب أموال من الخارج في استثمارات أجنبية لأنه مستوات الأسعار مغرية جدا بالذات في القيادات اللي بيحبها المستثمر الأجنب يعني لو بنتكلم على البورصة أو استثمار مباشر يعني أو غير مباشر في البورصة مش في أدوات دين يبقى لا ما تصورش أنه ممكن يبقى فيه استثمارات لأنه ما زالت أزمة البضاعة قائمة ما عندناش أسهم أسهم هم ساهمين ثلاثة اللي بيجي يشتري فيهم المستثمر والأزمة دي قائمة بقالنا فيها حوالي خمس ست سنين أو ما يمكن من بعد الثورة بعد خروج عدد كبير جدا من الشركات وعدم دخول شركات بديلة لهم البعض كان يعني اتهم ساعتها مجلس دارة البورصة السابق أو حتى الحالي حياتهم بنفس الاتهام أنه هو الموضوع في إيده يعني موضوع جذب الشركات لا طبعا الموضوع مش في إيده بدليل أن الدولة نفسها قالت أن هي هتطرح من 2016 ولا متطرح ولا شركة فالموضوع يعني إحنا كمان دخلنا في أزمة الكورونا يعني الموضوع متشعب جدا فالظروف غير مواتية بالضبط فصعب قوي أن يجي مستثمر في الوقت الحالي في ظل ما فيش بضاعة وفي ظل أزمة الكورونا وعدم وضوح الرؤية وتحور الفيروس في نوع جديد منه أكثر فتكا فبالتالي كل دي أمور يعني عشان نبقى واضحين صعب قوي أن هي سواء على مستوى البورصة أو على مستوى الاستثمار المباشر بشكل عام طيب عايزة أسألك سريعا عن تحليلك للقطاعات بتقول العقارات شد حلها وكلنا نقدر نلمس ذلك إيه القطاعات التانية اللي بشايف أداءها جيد أنا بكلم عن القطاع العقاري في الاقتصاد الحقيقي أيها لكن في البورصة وفي البورصة برضو كان أداءه إيجابي جدا يعني كان واضح تماما خلال الفترة اللي فاتت إن بدأ القطاع ينشط بعيدا عن القيديات بتاعته يعني القيديات بتاعته برضو عندها أزمة إن هي مرتبطة بالبنك التجاري الدولي نتيجة إن هي أسهم تعتبر قيادية لكن في الاقتصاد الحقيقي القطاع طبعا تحسن بشكل كبير جدا وده زي ما حقيق قلتي الناس كلها ممكن تلمسوا النهاردة أنت ممكن تعرض وتلاقي مشتري بيجي أنت من سنة أو سنة ونص كنت تعرض ما تلايش حتى بتصل بيك أصلا فكان في أزمة دايما سوق إعادة البيع هو السوق الأكثر تعبيرا عن الوضع مش السوق بتاع الإست لأنه فيه دوران في حركة مثل السوق بتاع الإست لما أجي أقول شركة الفلانية عملت مبيعات بتنين مليار وثلاثة مليار ده كلام مش وقعي مش حقيقي لأنه في النهاية كلها شكاية لأنه تاخد فلوسها على ستة أو ثمان أو عشر سنين بالضبط لكن الحقيقة فين؟ في سوق إعادة البيع أول ما يبقى فيه سوق في إعادة البيع يبقى السوق العقاري رجع تاني فده حصل وبيحصل طيب الأسهم ممكن تشعر بده إمتى؟ مع الوقت يعني لازم هتشعر بده وهتبتدي تتحسن سواء كانت قيادية أو غير قيادية فيه قطاعات طبعا كتيرة تانية استفادت زي قطاع الأدوية مثلا أكيد القطاع ده من أكتر القطاعات استفادة قطاع المواد الغذائية برضو إلى حد ما شوفنا نتائج عمال إيديتا مؤخرا كانت أكثر من رائعة يعني فيه بعض القطاعات الحقيقة كانت أزمة الكورونا بالنسبة لها ما هيش بالسوق الكبير كانت فرصة آه والخدمات المالية طبعا لأنه زي ما قلت البورصة بقيت تعمل 2 مليار و2 مليار ونص فالأرقام الكبيرة دي دايما بتعود بالإيجابة على الشركات اللي بتشتغل في هذا المجال آه فده كان من القطاعات برضو اللي استفاد الأسبوع المقبل نطاقاي أنا يعني كل اللي بيعنيني في مؤشر الـ EGX70 الحقيقة لأن مؤشر الثلاثين الأمر واضح عندنا مقاومة 10.800 10.900 في صعوبة جامدة جدا في أننا نتجاوزها لأن التجاري مش قادر يكسر الـ 58 آه فبالتالي أتصور أن إحنا برضو يعني حنفضل مش قادرين نتجاوز هذا المستوى المشكلة الثانية في السبعين إن إحنا المستوى اللي نزلنا منه عملنا عنده حاجة اسمها شامع عكاسية يعني اللي عند الـ 2851 دي حتشكل مقاومة سخيفة الأسبوع اللي جاي لو تجاوزناها حنستكمل لاتجاه الصعب المشكلة كلها لو فشلنا إن إحنا نتجاوزها وآخر حاجة 2711 المستوى بتاع مؤشر نعم نحطه كمستوى حماية للأربعة شكرا جزيلا الأستاذ إيهاب سعيد شكرا